مع هطول المطر الأول حالة من القلق والترقب حول جهوزية البلدات العربية لاستقبال فصل الشتاء هذا العام وكما كل عام حيث طارق العديد من البلدات العربية جراء هطول الأمطار التي تتحول إلى فيضانات لعدم كفاءة شبكات المياه وخطوط التصريف عدم الجهوزية في البلدات العربية بيؤدي لعواقب وخيمة على الحياة الشخصية على حياة الأسرة على حياة الأطفال طبعا إذا البلد بيجازة من تصريف مياه من شوارع من مكبات نفايات فطبعا إلها تأثير كبير على الحياة اليوم يومية في حياة الفرد والأسرة بحسب المعطيات الوزارية الأخيرة فعشون بالمئة من البيوت العربية غير متصلة بالبنية التحتية لتصريف المياه ومياه الصرف الصحي ولكن المعطيات لا تشمل البيوت والقرى مسلوبة الاعتراف فضلا عن شوارع البلدات العربية غير الآمنة والتي تتسبب بحوادث بشكل دوري وخصوصا في فصل الشتاء جاهزية البنية التحتية والحيز العام هم من أساس وأولويات حقوق الإنسان حتى يشعر بالأمان والإطمئنان بالمكان الذي يعيش فيه صراحة في الوسط العربي البنية التحتية هي غير مؤهلة أو غير جاهزة لاستيعاب كل الأحداث أو حالات التقس المتطرفة بسبب أزمة المناخ أثبتت حالة المجتمع العربي على مدار الأعوام عدم جهوزية البنى التحتية لاستقبال فصل الشتاء وأثبتت حكومات إسرائيل أن خططها الاقتصادية ووعوداتها بتمرير الميزانيات لم يقدم شيئا بالإضافة للبناء غير المرخص والكثافة السكانية التي تنهش البلدات العربية وتطرح تساؤلات عدة حول شكل فصل الشتاء هذه المرة ترجمة نانسي قنقر